اشتركوا في القناة بالما نبدأ لغينا فقرة خلو المسار للأسبوع هاد استعدنا عنها انه كتبتها في صندوق الوصف من بداية الشهر لنهاية الشهر يعني كل الايام اللي فيها خلو المسار اللي رح تمر خلال الشهر هاد وبرضو تواجد القمر في الابراج طيلة الشهر امتى وفي اي ايام رح تكون موجودة تقدروا تستفيدوا منها كل بداية شهر رح نزلها بصندوق الوصف عشان انسهل على الاشخاص اللي بنزعجوا من المقدمة واللي بقولك المقدمة طويلة وما فيش منها فايدة ومنستفيدش من اشياء لها علاقة بخلو المسار مش عارف ليش بتسمعوا الابراج اذا مش مهمة بقول لكن عشان هدول الاشخاص اللي بنزعجوا فاحنا كتبنا لك وياها كتابي يعني رب ضارة نافعة باستفيدوا منها بعض الاشخاص اللي بهمهم يعرفوا كل الشهر امتى القمر بنتقل للبرج الفلاني امتى بتواجد فيه امتى ساعات خلو المسار بكون عارف وحاسب حساب للشهر كامل او بعرف من بداية الشهر لنهاية الشهر هاي الامور بشكل اوفى واوضح طبعا ام لكن النقطة اللي ما رح اقدر انا الغيها اللي هي اساسا لانه هاي مرتبطة بتوقعات الاسبوع اللي هي تواجد القمر خلال الاسبوع في الابراج لازم لو يذكرها في المقدمة بتكون تتحملوها اللي طبعا بنزعج برضو من الامور وحاب يسمع الصافي للبرج وعادي بمشي لشريط لحديث ما يشوف الاشارة هيك اللي فيها برجه بسمع برجه وبكتفي بالموضوع هذا للناس اللي يعني بحبوا التفاصيل الدقيقة بحبوا يتعلموا يعني يعني بيعنكوا الله تحملوهم طيب خلينا نحكي اول اشي عن تواجد القمر خلال الاسبوع طبعا اليوم احنا الخميس ست الشهر ست ثمانية القمر موجود بالحوت رح يظل ليوم الجمعة اللي هو سبعة الشهر ظهرا وهو في برج الحوت من ظهر يوم الجمعة بنتقل للحمل وبظل في لغاية فجر يوم الاثنين هاي كل هالفترة اللي هي سبته احد واثنين لغاية الفجر بظل في الحمل من فجر يوم الاثنين ولغاية عصر يوم الاربعاء القمر بصير في الثور من عصر يوم الاربعاء ولغاية منتصف ليل الجمعة على السبت القمر بنتقل للسرطان يعني القمر بمعنى اخر الاسبوع هذا رح يتواجد في الحوت الحمل الثور الجوزاء السرطان الاهم اللي احنا بنحكي عنه اللي هو في الايام العادية احنا ذكرنا انه في زاوية تربيع تشكلت ما بين اورانوس وما بين الشمس هي ما زالت مؤثرة ورح يتضل الاسبوع هذا الها تأثير وهاي الها علاقة بالثورات وبالانقلابات وبالاشياء المفاجئة السياسية او الاحداث السياسية المفاجئة اللي ممكن تصير خلال الفترة هاي انا بسميها فترة عض الاصابع لمين اللي بدي يصرخ في الاول عشان يوقل الكفوف فما بنعرف مين اللي بدي يوقل الكفوف الاسبوع هذا اكل الكفوف رح يبين لانه في عنا زاوية تربيع رح تكون زاوية خطيرة جدا رح تتشكل يوم الخميس اللي هو يوم 13 الشهر رح تكون بين المريخ وبلوتو وهاي زاوية خطيرة جدا 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 بترجم فترة الاحتقان السياسي او ضغط السياسي اللي بمر عليه العالم بالفترة هاي فترجمته رح تكون بالفترة اللي هي من جبل 13 الشهر بقى كم يوم وبعد 13 الشهر هي الفترة الفيصل لهاي الامور وهاي من اخطر الزاوية اللي انا حذرت عنها بتوقعات السنة لانها هاي رح تستمر معنا اشهر لانه المشتري بمشي بمسار امامي بعدين بده يتراجع فبتظل الزاوية هاي متشكلة مدة طويلة وهاي بتدل على مشاحنات وعنف وامور الها علاقة بالحروب والدمار على نحو واسع بتتلو هذا الاتصال وبرضو بتدل على مقتل شخصية مهمة في ظروف غامضة والها علاقة في الارهاب والاغتصاب والتفجيرات والحرائق وبرضو بعض الحوادث الطبيعية يعني زي ايشي لعب العاصير اله علاقة بالبركين اله علاقة بالزلازل فطبعا ممكن ولا ايشي من اللي انا ذكرته يصير وممكن ايشي من اللي انا ذكرته يصير مش معنى هذا اني واو حققت انجاز او اني جبت من عندي ولكن هاي الزاوية لما بتتشكل في احداث من الاشي اللي انا ذكرته بتصير والله اعلم عشان ما احد يقول لي ايش اللي انت تحكي خلينا نروح على توقعاتنا على الابراج وخلينا نبدأ بالبداية مع برج الدلو طبعا اول اشي رح نحكي عنه رح نحكي عن الشمس ونحن نحكي برضو عن عطارد اللي موجودات مقابلك مباشرة بالاسد وهو بيتك السابع طبعا هذا بيت الشراكة بيت الشراكة المالية بيت الشراكة العاطفية بيت الزواج بيت الارتباط بيت الازواج بمعنى اخر برضو ولكن المشكلة بتواجده في هذا البيت انه هو بيخلي طاقتك ضعيف شوي يعني بيسحب من طاقتك فعشان هيك الفترة هاي وده كتدير بالك على صحتك اكثر صحيح بعطيك ايجابيات بيقارب من وجهة النظر ممكن يطور علاقة في منكم ممكن يرتبط بالفترة هاي او يتزوج بالفترة هاي ممكن يعمل نوع من انواع المصالحات ما بينك وبين الازواج برضو بيخليكوا مقنعين في اي امر الو علاقة بالشراكة المالية والعاطفية اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا بنحكي عن الزهرة الزهرة بدخولها للبيت السادس دائما تعمل اشياء ايجابية بتجيب لك فرص عمل بتجيب لك عمل جديد تخليك تنجح في عملك ممكن تجد حلول لبعض الامور اللي الها علاقة بالعمل ممكن تنهي اعمال كان صعب انها تنتهي بالفترة الماضية بتدعم من علاقتك ما بينك وبين زملائك ورؤسائك بالعمل ممكن يجيك ترفيع او ترقي بالفترة هاي طبعا الزهرة بتعطي ايجابيات وبرضو بتيجي على المستوى الصحي فاللي كانوا مثلا شعروا ببعض المرض او الاضطراب الصحي بالفترة الماضية الان ببلشوا يحسوا انه وجد علاج لهذا الشيء او بلشوا يتحسنوا او يتجاوب جسمهم مع العلاج اكثر فعشان هيك بتماثلوا للشفاء درجي درجي وحدي وحدي ولكن بساعدهم هذا بالموضوع وخاصة اذا التزموا بالعلاج اما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا منحكي عن المريخ المريخ بعطيك طاقة بالتنقلات قدرة على التحمل على الرياضة على ممارسة هواية على الاتصالات ما بتمل ما بتكل عندك يعني طاقة رهيبة جدا لكل الامور هاي حتى انه بيدفعك بما انه هو له علاقة بالتهور فهو بيدفعك للمغامرة بيدفعك للجراءة بيدفعك للعصبية بيدفعك لحديت الطباع لإصدار القرارات للتحكم وعشان هيك منقول لكم لما تتنقلوا بالسيارة ديروا بالكم من المجازفة او المغامرة بالفترة هاي لانه ما في داعي لهاي الامور وعذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تدرس وتستعد بشكل جيد ما تعتمد على الجرعات اللي بعطيك ها المريخ لانه مش للحظ هو بامتحنك بحطك في امتحانات صعبة وقاسية في نفس اللحظة اما بالنسبة لبيتك اتناعش بيت المتاعب فطبعا عندك انتي بالجدي ثلاث كواكب حساسة جدا وكبيرة جدا اللي هي عندك المشتري عندك بلوتو عندك زحل والثلاث بيت راجعوا فهذا بيت متاعب بيت المتاعب له علاقة بيخربط لك مسائل لها علاقة بالعمل بيحطك بامتحانات بيعركس لك مسائل لها علاقة بالعمل بيجيب لك اشياء لها علاقة بالصحة تقلبات صحية اضطرابات صحية تعب وارهاق يعني اشياء بتيجي بشكل مفاجئ ولكن بالمقابل اذا استفدت من الاشي الايجابي اذا انتي ركزت بعملك ورتبت اوراقك ودومت بوقت عملك مية بالمية وما اعملت مشاكل مع زملائك ورؤسائك بالعمل فاكيد الوضع رح يكون ايجابي فعشان هيك استغل الايجابية وحاولت الجنة بالسلبيات اما بالنسبة لبيتك الثاني فطبعا منحكي عن نبتن ونبتن موجود في بيت المال وهذا الاشي بشجع على العمل الاضافي يعني ممكن تحصل اموال من عمل اضافي او مستردات او طريقة ممتازة لتحصيل المال او ممكن مشاريع جديدة او شغلات تجيب لك مكاسب مالية ولكن في ناس عندهم ميول سلبي لازم برضو نذكرهم اللي هم النصابين او المحتالين من موليد برج الدلو مش كلهم نحكي جزئية احنا هدولة ممكن ينصبوا على العالم ممكن يستغلوا العالم ممكن يضحكوا على العالم الفترة هاي بتدعمهم لانه الخيال خصب وبرضو نبتون بعطيهم خيال واسع وقدرة عالية جدا على هاي الامور فعشان هيك النصابين بيستفيدوا برضو بالفترة هاي حاولوا بس تبعدوا عن التبذير حاولوا تبعدوا عن المصاريف لزيادة حاولوا انكوا تحموا اموالكوا من السرقة او الضياع بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الرابع طبعا كوكبك اللي هو اورانوس موجود وين موجود في بيتك الرابع اللي له علاقة في البيت فعشان هيك هو بيجيب لك مفاجآت الها علاقة بامور تتعلق بالعقار تتعلق في بيت جديد تتعلق في بيت ار بيع ارض مثلا او بيع بيت او سكن جديد او ترحال لمحل جديد او اشياء من هذا القبيل ولكن اورانوس معروف عنه وهو كوكب المفاجآت فممكن يجيب لك اشياء مفاجئة سلبية على الاشي اللي احنا ذكرنا ممكن مشاكل بيتية ممكن خلافات عائلية ممكن اشياء لها علاقة بانك مثلا ما تقدرش تدفع اجار تطلع من البيت فجأة او اصحاب البيت يصوروا بدهم البيت هاي كل ياتها بتيجي من اورانوس حاول تكون حذر ومنتبه لكل خطوة انت بتقوم فيها الها علاقة بالعيلة والها علاقة في البيت والها علاقة بالعقارات وصلنا للتوقعات الاسبوعية من صباح يوم الاربعاء اللي هو يوم امس القمر موجود بالحوت وحتى ظهر يوم الجمعة هاي الفترة ممكن تحصل على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتك منكم ممكن يحصل على هدية او جائزة اهمش انك ما تغامر باموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا اهمش انك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن بالفترة هاي من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر وصل للحمل حتى فجر يوم الاثنين بيت حليف لالكم بتنشطوا في امور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة للقيام بامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت الانظار والاعجاب من فجر يوم الاثنين بيكون القمر وصل للتور حتى عصر يوم الاربعاء بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مساكنكم وتعزيز الروابط العائلية لا تسمح للعواطف بالتأثير على سلوكك واداءك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج اسحى اسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته قدم المساعدة للاشخاص اللي بيحتاجوها من عصر يوم الاربعاء بيكون القمر وصل للجوزاء ورح يستمر فيه حتى منتصف ليل الجمعة على السبت ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا بتكثر التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الاجواء نسبيا بتصبح الاجواء اكثر سهولة وممكن تظهر لك هاي الفترة لقاءات طارئة مع الاخوة او مع الاحبة بمعنى اخر قدم لهم المساعدة والدعم اللازم اذا طلبوا منك وفترة ناجحة ومطمئنة عاطفيا وبالحظوظ ايضا من منتصف ليل الجمعة على السبت بيكون القمر وصل للسرطان يعني بيتك السادس بيت العمل بيت الصحة فاي الفترة بيتراكم العمل عندكم حاول انجاز ما بوسعك دون اهمال صحتك لا تدخلوا في مواجهات مع زملائكم او رؤسائكم بالعمل حاذر من تراجع صحي يعني حاول انك تغير من الاولويات اذا دعت الحاجة وما تعاند باكر للعمل تفادي لأي تأخير في الاعمال هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان 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 ا